موسيقى السلام عليكم أكثر ما يتصف به المشهد السياسي والعسكري في اليمن هو الغموض غموض تسبب به تسليم ملف البلاد والعباد لدولته التحالف حتى لم يعد يعرف المواطن طبيعة الأحداث وخلفياتها إلا أنه يرى مآلاتها بشكل واضح من ضعف للدولة لاقتصادها لجيشها في مقابل تنامي للميليشيات المتمردة فمن دعم الرئيس هادي إلى تأسيس ميليشيا انفصالية ضده ومن شعارات استعادة صنعاء إلى عدم القدرة على الاستقرار في عدن ومن الحديث عن دعم الدولة بالمليارات بينما هناك تهاون للعملة إلى الحضير تناقضات تجعلنا نسأل عن أسرار ما يحدث في اليمن طوال هذه السنوات والأهداف الحقيقية التي تراد للدولة اليمنية لفك طلاسم هذه الأسرار سعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الخاص الصحفي سيف الحاضري عضو نقابة الصحفيين اليمنيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب والعالميين وهو أيضا رئيس مؤسسة الشموع للإعلام والصحافة إحدى أشهر المؤسسات الإعلامية في اليمن رئيس أيضا تحرير صحيفة أخبار اليوم لا بد من الإشارة إلى أن مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم تعرضتا للاستهداف الممنهج من قبل الانقلابيين والمتمردين في صنعاء وعدن على حد سواء مرحبا بك سيد سيف الحاضري أهلا وسهلا بك أخي العزيز حياك الله يعني يبدو علاقتك غير طبيعية مع الميليشيات سواء في صنعاء أو في عدن وهذا ما يجعل ربما لديك كثير من المعلومات التي تتعلق برعاة تلك الميليشيات ورعاة الأهداف التي يحاولون تحقيقها في البلاد وبالتالي نسأل يعني ما الذي يحدث في اليمن لماذا كل هذا التهاوي للدولة اليمنية في ظل تنامي قوة الميليشيات المتمردة أولا أهلا نسهلا بك وأهلا نسهلا بالمشاهدين الكرام بسألة الوضع العام في اليمن والاستقرار الطبيعي لما يحدث الآن في اليمن في تصوري بأنوى الوضع يتماشى الآن مع نمو هذه الميليشيات ويأتي في سياق ممنهج تريده بعض الدول الشقيقة للأسف الشديد تتجه نحو العبث بالمشهد السياسي اليمني لا ندري هل تراه بأنه ينسجم مع مصالح الإقليمية لكن لا نعتقد ذلك لكن مسألة نمو الميليشيات في جنوب اليمن أو في شماله هذه يبدو بأنها رغبة من أردنا منهم أن يكونوا حلفاء لنا لاستعادة للدولة لماذا هذه الرغبة سيد سيف؟ من استجلبنا؟ لماذا هذه الرغبة سيد سيف؟ هل لديهم مشكلة مع الدولة اليمنية وبالتالي يريدون بديلا عنها؟ هناك نوعا من الأنانية السياسية المفردة لدى بعض الدول الشقيقة التي لا ترغب حتى بتغريدة أو منشور ينتقد وضعها السياسي بينما تذهب في اليمن إلى دعم ميليشيات مسلحة ترفع السلعة في وجه الدولة اليمنية هذا التناقض هو نوع من انفصام العمل السياسي في المنطقة التي تمشي عليه بعض الدول للأسف الشديد من أردنا منهم ومن كنا نأمل منهم أن يكونوا عاون لنا في استعادة دولتنا اليمنية هؤلاء يستكثرون علينا بأن نستعيد دولتنا وأن نستعيد الحكومة وجودها وصيدرتها على الأرض بينما يتخذون أقوى الإجراءات في من ينتقدم بتغريدة أو بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا من حقهم نحن لا ننتقدم في ذلك فما يرون في مصلحتهم أن يتخذوا ذلك شأنهم لكن من حقنا أيضا أن نقول لهم لماذا تدعمون الميليشيات لإضعاف الدولة اليمنية لماذا تقبلون بأن يرفع ضد الدولة اليمنية السلاح والمدفع والصاروخ بينما لا تقبلون لأنفسكم حتى بأن يرفع في وجهكم تغريدة ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي نحن نتكلم عن عملية تناقض عبثية يتم العبث بها لبلادنا تتناغم فيه ليست دولة ولا دولة من دول الخريج بل الأغلب دول الخريج تتناغم في ضعاف الدولة اليمنية وإظهارها بهذا المصر الضعف ووضّها بها وتحويلها إلى دولة ميليشيات أشبه بما يحدث في لبنان والعراج طيب دعنا ندخل في التفاصيل أكثر من أجل أن نحصل على معلومات منك سيد سيف الحاضري كان أول ربما اشتباك حصل مع الشرعية اليمنية ومساتها ما جرى للرئيس هادي من منعه للوصول إلى عدن وصولا لإزاحة من المشهد مباشرة وتنصيب مجلس من ثمانية أعضاء ما هي المعلومات التي لديك وكذلك تحليلك بخصوص ما جرى للرئيس هادي تحديدا شوف الرئيس هادي يعني كان من الأخطاء التي ارتكبها بأنه لم يوقع على بردكولا واضح مع التحالف العربي في تدخل في اليمن بحيث يلتزم ها أمام العالم هذا التحالف بما هو متضمن بما يتضمن ذلك البردكول للتدخل رغب أن التحالف أعلن بيانا واضح وأعلن أهدافا محددة هو استعادة الدولة اليمنية وهزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة السلاح المنهوب لدى الجيش لكن يبدو بأن الميليشيات الحوثية منذ انطلاقها في التمرد عام 2004 كانت لها رؤى واضحة ولها دعم واضح من قبل الدول الإقليمية ويبدو لي بأن الوضع مشي في سياق تنامي متتالي وصل إلى حد إسقاط صنعاء ومن ثم بدأ سيناريو تفكيك الدولة اليمنية تحت شعار استعادة الدولة اليمنية نحن هنا عندما نتكلم عن ما حدث للرئيس هادي الذي حدث للرئيس هادي وهو انقلابا من حليف وضغ فيها الرئيس هادي وقدم له كل شيء لن يقدم العليمي ولن يقدم أعظم ميليشة الرئاسة أكثر مما قدمه الرئيس هادي للأشقاء في السعودية قد لهم ضيقة مطلقة سلم لهم القرار السياسي من منطلق ثقال بأننا أصبحنا شركاء لتحرير اليمن للمواجهة التدخل الإيراني لكن يبدو بأن الأشقاء في السعودية والأشقاء في التحالف كان لهم وجهة نظر أخرى وكان لهم أهدافا أخرى يعني أنت تقصد أن الرئيس هادي تعرضا ونحن اليوم نعيش مأزك شديد جدا في مسألة الشرعية نعم هناك تأخر في الصوت نعتذر المشاهدين لكن أعيد السؤال من أجل تحديد هذه النقطة تحديدا يعني هل تقصد أن الرئيس هادي تعرض لانقلابين انقلاب من الحوثيين وانقلاب من التحالف ليس هناك علاقة بمشاورات الرياض وما دار حولها وفيها ليس هناك أي علاقة بما حصل للرئيس من انقلاب بمشاورة الرياض إطلاقا مشاورة الرياض كانت تتجه في مسار آخر بينما الذي حصل هو انقلاب مكتمل الأركان على الرئيس هادي كان في إطار التفاهم يبدو بأنه كان تفاهم واضح مما كان يدور تحت الكيوليس للدولة الربعية مع إيران وميليشيات الحوثية إيزاحة الرئيس هادي هو مطلب للأشياء قبل أن يكون مطلب لإيران أو لميليشيات الحوثية هناك توجه لفرض هيمنة أخرى تتجه لفرضها للأسف الشديد دول التعالف لكن يبدو حتى من نعتقد بأنهم مختلفين مع دول التعالف فيما يحدث داخل اليمن يظهر الآن مؤخرا بأن هناك انسجاما كامل في هذا السياق هناك حقائق إذا لدينا متسع من الوقت ممكن أن نتكلم عليها بأن ما يحدث هذه الأيام هو سيناريو بدأ العمل عليه منذ العام 2017 في سياق تفاهم أمريكي إماراتي مع إيران وميليشيات الحوثية وتوافقت معه الأشياء في السعودية وقام الأشياء للأسف أيضا في سلطنة عمان بدور الوسيط في هذا الجانب ولتسهيل مهمة هذه المؤامرة الكل تآمر على اليمن لا نستثني أحدا الكل مضى في إسقاط الشريعة اليمنية والكل يدعم الميليشيات مثلما تتعمل سعودية ميليشيات في جنوب اليمن هناك دول خليجية أخرى تدعم ميليشيات في شمال اليمن وهناك وصادات متبادلة تتم بها دول أخرى أيضا لتعزيز هذه الميليشيات الدولة اليمنية الوحيدة التي لا وصادة لها لاستعادتها ولا وصادة لتثبيت وجودها ولا وصادة لاستعادة الحكومة السيطرة ولا وصادة لعودة الدولة إلى مزارة صحيح لحن الشعب الوحيدين الذين لم تلك أي وصادة أو أي عون خارجي لاستعادة دولتنا ولاستعادة هذا الشعب مكانته ولاستعادة أي شيء الكريم نعم طيب إلى نقطة تتعلق بمجلس القيادة الرئاسي بعد أن تم إزاحة هذه بثمانية أعضاء هناك معلومات تتحدث أنه سيتم تقليص هؤلاء الثمانية أعضاء إلى ثلاثة فقط هل لديك معلومات عن صحة هذه التسريبات؟ نحن نتوقع بأن نتفاجأ بأي شيء يحدث في تغيير هيكلية مجلس الرئاسة القيادة رغم أن لا مجلس القيادة الرئاسي ولا غير مجلس القيادة الرئاسي يمتلك أي صلاحية دستورية في تغييره كل أعضاء المجلس صدر بهم قرار واحد من الرئيس هادي الوحيد الذي يمتلك تغيير هيكلية أو شكل هذا المجلس هو الرئيس هادي أما دون ذلك فلا أحد يمتلك لا العليمي يمتلك أن يقصي أي أحد من أعضاء المجلس ولا الأعضاء المجتمعين يمتلكون قرار أن يقصوا العليمي وحده الموز الذي يمكن أن يقصي أحد هؤلاء الأعضاء أما دون ذلك فلا أحد يمتلك أن يتم بسألة التسريبات التي تتم نحن نتوقع بأن نتفاجأ بكارثة قادمة من خلال المفاوضات التي تتم الآن التي تمت في صنعاء والتي تتم الآن في بسقط بين الحوثيين وإيران والأشكاء في السعودية نتوقع أن يكون هناك تفاهم لتنفيذ ما توصل إليه والكارثة التي تطبخ الآن على الهادئ لا أعتقد بأنه قد تمس المجلس القيادي لكن في هذا السياق انتب فهم بذلك يسكدون آخر ما تبكى من أشكال الشرعية اليمنية ومنح الميليشيات الشرعية المطلقة لإدارة هذه البلاد يعني بخصوص التفسير الآن هل المشكلة في قضية عمل مجلس القيادة الرئاسي وكونهم من ثمانية أعضاء يجعل هناك صعوبة في اتخاذ القرار أم أن هناك رغبة خارجية لتقليص عدد المجلس مشكلتنا ليست في شكل الآن مجلس القيادة ولا في تركيبة مجلس القيادة مشكلتنا في أن من أوجدوا مجلس القيادة لا يرغبونها لليمن بالأمن والاستقرار والسعادة الدولة وهزيمة الميليشيات هذه مشكلتنا مشكلتنا بأننا قدمنا تنازلات للأشقاء في السعودية والحوثيين دون أن نجني أي ثمار ومكاسب سياسية مشكلتنا بأننا نملح الميليشيات هذه الشرعية دون أن ننتزع منها أي مكاسب مشكلتنا بأننا نمضي مثل العميان وراء إرادة الأشقاء في السعودية والتحالف العربي دون أن نستضي مصالحنا ودون أن ننتزع مصالحنا الحقيقية التي نريدها نحن نريد تحرير صنعاء نحن نريد استعادة الدولة نحن نريد الحكومة بأن تبطي السيطرة على جميع اليمن هذه الأهداف التي أعلنها منذ خروجنا من صنعاء منذ اندلاك على سفة الحزب كل ما نريده هو استعادة الدولة إذا كانوا يريدون أن يذهب كل مسؤولين الدولة فليذهب إلى الجحيم لكن نريد مقابل ذلك صنعاء نريد مقابل ذلك استقرار اليمن نريد مقابل ذلك استعادة السلاحة منهم نريد مقابل ذلك أن يبسط الجيش سيضرت على كل اليمن لكننا نذهب في عكس التيار تماما نذهب إلى تنازلات مطلقة تنازلات بلا حدود تنازلات ليس لها سكف محدد ما الذي يريده مننا أكثر من تلك التنازلات؟ ما هي مآلات هذه التنازلات سيد سيف الحاضري ما هي مآلات تلك التنازلات سيد سيف الحاضري ما الذي يريده لم نعد ندري ما هي مآلات تلك التنازلات سيد سيف الحاضري خاصة مع الحديث عن تعيين الآن نائب عن الشمال ونائب عن الجنوب ما هي مآلات مثل هذه المقترحات التي تتعلق بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الحديث عن تغيير في هيكلية مجلس القيادة الرئاسي وتعيين نائب شمالي ونائب جنوبي هو نوع من التجهيز لتكسيم اليمن في الإطار القادم نحن الآن عندما نشاهد الصراع الذي يتم بين بعض النخب السعودية المثقفة وبين النخب من أخواننا في الجنوب حول مسألة تكسيم اليمن وأولوية تكسيم اليمن هل تتم الوحدة أو يتم الانفصال الآن أم يتم الانفصال بعد تعريف صنعاء أقصد هنا هناك مشروع يراد أن يثبت سياسيا ويراد أن يتم تكسيمه وفرضه كأمر واقع في هيكلية الدولة حتى يسهل حتى يسهل مستقبلا تثبيته على أرض الواقع أنا أقول هنا وأقولها بكل وضعه في كل صراحة لن يتم تمزيق اليمن ولن يصدعوا تمزيق اليمن ولن يذهبوا باليمن إلى يمنين ولا إلى ثلاثة ولا إلى أربعة وكل الذي يعمل سيذهب عبثا هناك إرادة وهناك وعي مجتمعي أصبح ما يحدث وما تدور هذه الأمرات وأصبح يقاومها نحن لدينا جيش على الأرض ولدينا مقاومة على الأرض ولدينا شعب ولدينا أبطال في الميادين مستعدين للتضعي بالدماء وبأرواحهم لانتفاعنا هذا اليمن ما لا يتركه الجميع بأن هؤلاء الذين على الأرض لن يقبلوا بهذه التكسيمات ولن يذهبوا إلا إلى تكسيم اليمن ولهذا نقول لهم كل ما تعملوا هو إضالة للحرب وإضالة لسفك دمائنا لكن بشارعكم لتنجح وتكسيم اليمن لينجح ودولة لاستوعات وتحرير صنعات ستتم مهما عملتم ومهما أجلتم تحقيق هذه الأهداف لكننا في الأخير سنصل لها إن لم نصل لها سيصلوا أبنائنا إلى ذلك وسيحققون هذه الأهداف نعم في مقابل هذا الإصرار من حضرتك أن المشاريع ستفشل هذه المشاريع التي يتم الآن تمهيدها من أجل تشطير البلاد تسير يعني وفق أكثر من إطار يعني هناك تشطير سياسي هناك تشطير إعلامي تسيس نقابات مثلا خاصة بالصحفي الجنوبيين أيضا نقابات والاتحادات عمالية أيضا تم تفريخها بنسخ تشطيرية يعني ألا ترى أن هناك واقع يتشكل بينما لا يملك من يعترض إلا فقط الحديث باللسان خذها مني أخي العزيز بأن هناك كيانات مقاومة لهذه المشاريع سواء كيانات تلك التي تتشكل بشكل المقابات أو التي تتشكل في شكل تكسيم مراسب داخل الدولة ما بين شمال وجنوب هناك كيانات تتشكل لمقاومة هذا المشروع تتحرك على الأرض مشكلتنا بأن القيادة التي أوليناها بهمة تسير هذا البلاد ضعيفة أضعفت هذا البلد ولدينا نخبة سياسية للأسف الشديد مستلبة لم تعد تؤدي دورها ولدينا قيادة أحزاب أصبحت تأخذ في اعتبارها مخافتها من غضب السفراء أكثر مما تخاف من غضب الله سبحانه وتعالى يعني أستاذ سيف أنت تتحدث بثقة بخصوص فشل هذه المشاريع لكن على الأرض هناك من يرى رغبة لترسيخ واقع وفرضه على كل اليمنين يعني حتى في مجال في إطار النقابات يتم تأسيس نقابات تشطيرية يعني كيف يمكن أن يفشل هذا الأمر فقط بالاحتجاج بينما على الأرض هناك من ينفذ مشاريع تشطيرية في اليمن يا أخي العزيز أنا أقولها لك بثقة كابلة بأن هذه المشاريع لن تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى المسألة أن يفرض علينا مشاريع كأمر واقع أنا أكد لك بأن الشعب اليمني والوعي المجتمعي أصبح يقاوم هذه المشاريع من يعيش داخل اليمن يدرك التحرك المجتمعي الذي أصبح موجود الوعي لدى القيادات المجتمعية والقيادات الحزبية والقيادات السياسية داخل اليمن تتحرك بشكل ممنهج وجميل مستعدة لمقاومة هذه المشاريع مسألة أن تفرخ لقابة هنا ونقابة هناك هذه ليست إلا إضاعة لأموال فاسدة لن تأخذ بسارها على الأرض الواقع وستفجل وأؤكد لك بأن جميع هذه المشاريع بأنها ستفجل الناس مهيئون لسماع أو لسماع القرارات المرتقبة نتيجة الحوارات الأشكاء في السعودية مع الحوثيين في صلعاء والتي الآن تدى في سلطنة عمان ننتظر ونترقب هذه النتائج والناس مهيئين لما سينتج ولكل حادث حديث لكن الذي على الجميع أن يدرك بأن الناس يعملون على الأرض ومستعدون لمقاومة هذه المشاريع ومن يعيش هلامية أن التمزيق سيتم في اليمن بقوة السلاح هذا الكلام لنتم من هم هؤلاء الناس الذين يتحركون على الأرض سيد سيف الحاضري من هم هؤلاء الذين يتحركون على الأرض إذا كانت نقابة الصحفيين اليمنيين الذين تعضوا فيها لم تصدر أي تصريح بخصوص النقابة التي أسست في عدن بخصوص الجنوبيين أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل في هذا الموضوع لكن تفق بأن هناك كيانات تتشكل هذه كيانات وضنية مشروعها ليمن الكبير مشروعها السعادة للدولة مشروعها للحفاظ على ما تبقى من هذه الشرعية الناس لا نتخيل بأنهم تركوا الوضع على غاربه يعبث به الآخرين هناك تحرك وأنا أقول لا لك وأقول للجميع هناك تحرك مجتمعي وهناك كيانات تتشكل وهناك إرادة لمواجهة هذا العبث الذي يتم بليمن وستفشل هذه المشاريع بإذن الله سبحانه وتعالى هل تقصد أنك لا تعول كثيرا على موضوع نقابة الصحفيين اليمنين ودورها في هذه المرحلة؟ يا أخي هؤلاء يؤدون أدوارا وظيفية مقابل أموال أنفقات من هنا وهناك دعهم يحلموا بما هم ذاهبون إليه في الأخير لدينا نحن صحفيين كيانا موحد واحد لن نسمع في تكسيبه لكن نترك الناس يترزقون من هنا وهناك نعم هناك كيان موحد من الصحفيين لكن لماذا رئاسة هذا الكيان وعني نقابة الصحفيين اليمنين لماذا لم تصدر أي تعليق بخصوص يعني السعي لشق هذه النقابة؟ هذا الموضوع نحن ومن خلالكم نلوم الأخوة في قيادة النقابة على ذلك لكن حتى وإن صمتت النقابة فلن يغير في الموضوع شيء يعني هذا الصمت لأن هناك كيان موحد معترف به دوليا والمسألة الأحداث هذه النقابة فأعتقد بأنه مسألة يعني أحلام يعيشها الأخوة في الجنوب للأسف الشديد وحتى الحاضرين في هذه النقابة المزعوم تشكيلها في الجنوب أغلبهم وفقا لما وصلتنا من معلومات ليسوا صحفيين وإنما مناشطين تابعين للمجلس الانتقالي هناك أموال ضائلات يتم العبث بها دعهم يا أخي يعيشوا هذا الوقت من الأحلام في الأخير سيستفيقون على واقع وهو الوحدة اليمنية والجمهورية اليمنية والحكومة اليمنية والشرعية اليمنية والبرلمان اليمني ونقابة الصحفيين اليمنين ونقابة المهندسين اليمنين ونقابة المحامين اليمنين دون ذلك لا يوجد نعم تحدثت أن هناك ترقبا للمشاورات التي تتم والمفاوضات بين السعودية والحوثيين لكن السؤال يعني ما هو موقف القوى والأحزاب السياسية اليمنية هل يعني لابد لها فقط أن تترقب بدلا من أن يكون لها موقف تجاه التطورات في المشهد السياسي الأحزاب السياسية مثلها مثل مجلس القيادة الرئاسي مستلبة لإرادة لم يعد لها أو تستطيع أن تحدد قرارا وموقف يخالف إرادة التحالف أو إرادة الأشكاف السعودية في هذا الجانب وما يحدث من الحوار ونتائج مع الحوثيين ليس فقط هي الشقيقة السعودة التي تحاول الحوثيين الإمارات حاول الحوثيين الأخوة في قطار من تحت الطاولة يحاولون الحوثيين الأخوة في صندوق عمال يرعون كل هذه الحوارات أغلب منظومة الخنيج ترعى الميليشيات في اليمن هناك من يرعى ميليشيات خاصة به في الجنوب هناك من يرعى ميليشيات الشمال لكن لا يمكن أن يكون هناك هذا التحرك هو بسبب فراغ فراغ أحدثته القوى السياسية لم تتحرك القوى المحلية وبالتالي تحرك الخارج أكثر أنا أتفق معك تماما بأن القوى السياسية المحلية والأحزاب تركت فراغا قاتل لو لا هذا الفراغ لما نشأت أساسا ميليشيات تعبث باليمن لو أن هذه الأحزاب تؤدي دورها الوطنية الكامل داخل اليمن وتبارس حياتها السياسية وطبيعاتها السياسية وعادة الحياة السياسية لما وجدنا هناك ميليشيات لو وجدنا هناك محرك مجتمعي وعمل سياسي ونقابات وجماهير ومظاهرات في الأرض تواجه هذه الأحداث كلها لكن للأسف الشديد بأن الأحزاب السياسية وتركها للسحة فارغة هي من أوصلت هذا الوضع للوضع الذي نحن فيه وهي من تركت البلاد فارغة وفتحت الأبواب لهذه الدخولات كلها لكن هذا الفراغ القادل هناك الآن من بدأ يتحرك لكي يملأ هذا الفراغ وسجد هذه الأحزاب في الأخير نفسها بأن على همشي الحياة السياسية وهناك من سيحتل هذا الفراغ بمشروع وضيين جامع بإذن الله سنستعيد من خلاله الشرعية اليمنية وسنستعيد وحدتنا وسنستعيد عاصمتنا فنعا وسنستعيد مؤسسات الدولة وستحضر اليمن بإذن الله طب دعنا ندخل أكثر في موضوع التوهان الأحزاب اليمنية واستلاب إرادتها وقرارها يعني أين بدأت المشكلة بخصوص الأحزاب السياسية يعني كانت في العهد السابق مثلا كثيرة الاحتجاج ضد النظام السابق وشاركت في الثورة وبعضهم يقول أنها اختطفتها يعني لماذا في هذه المرحلة حين قامت حرب وما إلى ذلك صمتت الأحزاب وربما دخلت في مشاريع خارجية بدلا من أن تكون جزءا من المشروع الوطني مشكلتنا أننا عندما قامت عاصفة الحز لم نكن يعني لن نمطلق لا الرئيس هذه ولا الأحزاب بمشروع وطني كامل نستطيع أن استثمر تدخل التحالف العربي لتحقيق أهدافنا الواضحة والمعلنة وهي تحديد العاصمة الصلعاء وهزيمة الانقلاب الحوثي للأسف الشديد بأنه الأحزاب السياسية بدل أن تعمل ضمن مشروعها الوطني ذهبت للعمل ضمن مشروع أجندة التحالف العربي في اليمن الغياب أو تخلي الأحزاب السياسية عن مشروعها هي من جعلتها في هذا الوضع السلبي الذي نشاهده الآن والذي نعيش تدعياته السلبيات فأقصد هنا أن غياب الأحزاب السياسية عن دوره السابق الذي كان في أحد النظام السابق تمثل حقيقة ما أدري يعني لا أدري كيف يقبلون على نفسهم عندما كانوا يسطرون عشرات البيانات لمجرد أن يحدث مساسا بناشضة هناك بينما اليوم العبث باليمان بهذا الشكل ولا يسطرون أي بلاي هناك تخلي عن المسؤولية الوطنية سيحاسبون عليها تاريخيا وأنا أقول لهما كما قال الأستاذ محمد اليدومي بأن التاريخ يسجل اليوم يسجل اليوم الأحداث بصوت الصورة والأحداث والصورة التي تسجل هذا الصمت للأحزاب السياسية سيتكرها الأجيال القادمة يسجدونها تاريخ لهم سيكون لهم جلدا غير مسؤول في المستقبل وفي التاريخ ومحاكمة تاريخية لن يرحمهم بأحد نعم أنا كنت سأسلك عن تصريح محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح وأنت تستشد به في إطار لومك للأحزاب هل أنت تبرى الأصلاح وتلوم غيره أم أن الجميع ربما ملامون أنا 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 ألوم أنا ألوم الإصلاح أولاً وباقي الأحزاب ثانياً وأنا هذا الكلام للي قال الأستاذ محمد اليدومي وهو بالنسبة لي في مقام الوالد أنا أقول له هذا الكلام أيضاً أيضاً هذا الكلام مرد لك يا أستاذ محمد وهو مثل ما سيسجل التاريخ لآخرين سيسجل لك ونحزب الإصلاح وسيسجل لجميع الأحزاب أنتم كحزب الإصلاح أمل اليمنين الأخير فلابد من مواقف واضحة لا يمكن الصمت على عبث الحكومة بما تعمله قد الجيش الوطني وأنتم سامتون الحصار الذي يمارسه معين عبد الملك على هذا الجيش الوطني وعلى الجرحى وأنتم سامتون هذه معيبة في حقكم ماذا ستقولون للتاريخ في ذلك ماذا سيسجل التاريخ بالصوت والصورة عليكم في ذلك ماذا ستقولون للجرحى وليسرم لأسر الشهداء أقول للأستاذ محمد العدوم يقول لجميع قادمة الأحزاب هل تعلمون بأن الشهداء عندما يستشهدوا بأن عوائلهم تذهب إلى منادق الحوذية لكي تعيش وصل الوضع إلى هذه الحال بنا بأن تذهب أطفال الشهيد بأن يذهبوا للعيش في منادق الحوذية بعد أن تقلت عليهم الحكومة وبعد أن تخليتوا عنهم أنتم تخليتهم عن أسر الشهداء وعن الجرحى هذا معيب في حقكم ومعيب في حقنا ومعيب في حق التاريخ الله المستحيل عليكم جميعا أنت الآن تعطي معلومة ربما لم تتداول بشكل كبير بخصوص أن هناك من عوائل الشهداء من يذهبوا ويعيشوا في مناطق الحوذيين بسبب عدم دعم الحكومة لهم وهذا يجعلني أدخل إلى سؤال بخصوص ما يتعرض له الجيش اليمني من محاولة لمنع الإنفاق عليه ومنع تسليحه وما إلى ذلك يعني ما هو الهدف من كل ذلك هو ضعف الجيش اليمني هو تمرير المخططات السياسية وتكسيم اليمن الضعف الجيش اليمني الهدف منه هو عدم شل قدرة هذا الجيش لمقاومة هذه المشاريع الصغيرة ومشاريع التكسيمية ويبقى الميليشيات كما هي في وضعها الراهن إبقاء ميليشيات الحوثي مصيدرة على مراد كاف الشمال وإبقاء ميليشيات الميليشيات الانتقالية مصيدرة على الجنوب إضعاف الجيش اليمني جريمة 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 وخيانة وطنية ترتكب الحكومة بقيادة معين عبد الملك أنا من خلالكم أتهم معين عبد الملك وحكومته بأن يمرتكبون خيانة العظمى في حق الجيش الوطني وفي حق الشهداء وفي حق الجرحاء ويطالب النقابات ويطالب المحامين في الجمهورية اليمنية وفي قيل الجمهوري الإيمان اللي يرفع دعاوى قضائيا ضدهم عبد الملك وحكومته لا يمكن أن نقبل بهذه المهزة التي تتم بالله عليكم جيش يحاصر ولا يمد لا بالمرتبات ولا بالسلاح ولا بالذخائر ولا بالأكل ونريد منه أن يقاتل وحرر هذا اليمن في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي أن أي تأخير المرتبات الجيش أو تأخير سلاحها أو نقص في إمداداته تعتبر خياله فما بالك في وضع حرب فأقصد الوضع هنا يحتاج من القوى السياسية بأن تتحمل مسؤوليتها حتى الاندفاع عن هذا الجيش هناك مؤامرة على الجيش في المنطقة الأولى في سيئون نعم وحسوا هنا ما أردت أن أسأل بخصوصه وهنا ما أردت أن أسأل بخصوصه قضية التحريض على المنطقة العسكرية الأولى هل هو أيضا في سياق هذا الهجوم على مواسطة الجيش ومحاولة تنهاية الطبيعي بأن هناك مؤامرات تمضية حتى فكت هذا الجيش وما تتعرض ظهر المنطقة الأولى هي جزء من الجيش اليمنى هي جزء من مزارة الدفاع والقايدة على القوات المسلحة وفي تركيبة المجلس القيادية الحالية القايدة علىها هو الدكتور رشاد العليمي وزير الدفاع وزير الدفاع ومسؤول على المنطقة الأولى فلا يمكن أن يتم هذا الهجوم الشرس على المنطقة الأولى ومن ثم نجد القايدة على القوات المسلحة صامت ووزير الدفاع صامت ورئيس الأركان صامت والباقي كلهم يصبتون على ما يحدث في المنطقة الأولى وحتى الحكومة وحتى وزير الإعلام وحتى الحزاب السياسية أقصد أن الجيش للأسف الشديد أصبح يشعر بأنه مدركا لوحد يخذ معاركه مع الجميع الجيش مطلوب منه بأن يخذ معاركه مع الحوثيين ومع الإنقلابيين ومع القاعدة ومع داعش ومطلوب منه أن يخذ مع الناشطين السياسيين ومع المخططات السياسية كل هذا مطلوب من الجيش بأنه واجهة طيب أين دور المجتمعات المدنية؟ أين دور الأحزاب؟ من الصعب أن يبقى الوضع بهذا الكيفية لكن رغم ذلك هناك تحرك وبإذنه تعالى الناس بدأوا يستفيقون من غفلتهم وبدأت هناك تحركات وفي القريب العاجل بإذن الله ستسمعون أخباراً طيبة وأقولها للجميع بأن اليمن باقية والجمهورة اليمنية باقية ومهما كانت العواصف عاتية إلا بأننا شامخون شموخ الجمال وصامدون وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن المنتصرون نعم يعني إذا كانت الإمارات تحاول تمكين ميليشيا الانتقالي في مناطق في شرق اليمن في المناطق الساحلية وفي عدن طبعاً وهناك حوارات مع الحوثيين في صنعاء إذن ما هو مآل الجيش اليمني في خضم كل هذه المشاريع؟ هل ما يراد هو تفتيت هذا الجيش تماماً وتسليم البلاد لحكم الميليشيات؟ أخي العزيز الجيش اليمني هو أصبح الهدف هو هدف المؤامرة الآن التي يتم أنا أعتبر بأنه الحوار الذي تم في صنعاء والذي يتم في مسكة بأنه هو مؤامرة أساساً على الجيش الوطني لأنه الأداء الوحيدة الآن والقوة الوحيدة التي تقاوم هذه المشاريع جميعها هو الجيش الوطني غير ذلك لا يوجد هناك مقاومات بدأت تشكّل لكنها بإذن الله ستظهر بالقريب العجل لكن الذي على الأرض الآن الذي يفشل هذه المخطوطات هو الجيش الوطني وصموطه وبقائف الجبهات لكن لاحظ أن استهداف الجيش ليس فقط في المباحثات مع الحوثيين هناك استهداف للجيش قبل وبعد ومع ذلك في ظل دعم الإمارات لميليشيا في المناطق التي يقال أنها محررة لا أتفق معك تبا من الإمارات دعمت ميليشيات الانتقالية التي خاضت حربا في عدن وانقلبت على الجيش وخاضت حربا في أبيان وانقلبت على الجيش وخاضت أيضا انقلابا في شبوة مؤخرا والآن تعمل وتسعى إلى أن تخذ معركة في سيئول هذا الأمر ليس بخفيه والكل أصبح يدركه ويدرك هذا التوجه ومستعدين الناس لكل السيناريات في هذا السياق أيضا في نفس السياق ليست الإمارات وحدة التي تعمل على ضعاف الجيش الوطني أيضا الأشركاء في السعود يعملون على ضعاف الجيش الوطني أيضا الأشركاء الذين يدعمون الحوثيين من تحت الطاولة أيضا يعملون على ضعاف الجيش الوطني ومن يرعى الحوارات التي تسمع الحوثيين أيضا يعمل على ضعاف الجيش الوطني المنظومة الخليجية باستثناء دولة الكويت تعمل على ضعاف الجيش الوطني وضعاف العكومة الشرعية وهم بذلك يضعفون أنفسهم نحن نقاتل مشروع فارسي هذا المشروع لن يستثني أحدا لن يستثني المملكة ولن يستثني قدر ولن يستثني عمان ولن يستثني الإمارات نحن نخوض معركة مع مؤامرة مؤامرة تستاذ في الجزيرة العربية برمتها ونقول للجميع نحن نسبك دماءنا دفعان عنكم بينما أنتم تخذون من وراء ظهورنا المؤامرات لضعن جيشنا الوطني عندما نحن نعمل على استقرار بلادكم نعمل على استقرار وندافع على استقرار السعودية وقدر والإمارات وسلطنة عمان بينما الجميع يعملون على زعزعة أمننا والاستقرارنا ونحن نقول لهم مهما حصل لن نكون في يوم من الأيام ضمتكم ولن نكون منضلغا لزعزعة أمنكم استقراركم لكنكم تحولتم إلى مصدر لإقلاقنا وزعزعة أمننا ودعم الميليشيات فينا لماذا تستكثرون علينا بأن نكون دولة موحدة لماذا تستكثرون علينا بأن يكون لدينا حكومة طفل سيدرطة من البهر حتى سعدة لماذا تستكثرون علينا أن يكون لدينا جيشا قوي يحمينا ويؤمن مستقبلنا ويرعى حريتنا نحن نقول لكم نحن إخوانكم ونحن معكم ونحن مع أملكم استقراركم ولا نقوم لضدكم في يوم من الأيام لكننا نرجوكم ونتوسل إليكم اتركونا نعيش في استعادة دولتنا اتركونا نخذ معركتنا لكي نعيد دولتنا إلى وضعها الطبيعي نحن نريد أن نعيش مستقرين في لادة نريد أن نعيش أحرارا تعبنا من ثمان سنوات حرب التي أنتم سببا في إضالتها فإضالة هذه الحرب مهما كانت في الأخير سنستعيد دولتنا فلا داعي لإضالة الجرح فيما بيننا وبينكم الميليشيات الحوذية لم تستمد قوتها إلا من دعمكم لها ولا يستمد الميليشيات الاندقالية قوتي إلا من دعمكم له وفي الظاهر تعلون بأنكم تدعمون الشرعية اليمنية وفي الواقع ما يتم هو إضعاف الشرعية اليمنية وتسليم اليمنى للميليشيات وتطبيق النظام اللبناني أو النموذج العراقي هذه الأراءة السياسية التي تطرحها سيد سيف الحاضري هل هي ما أضرت بعملك الصحفي داخل الأراضي التي يقال أنها محررة هناك استهداف لمؤسستكم حتى في العاصمة الموقعة عدن نحن بالنسبة لنا نحن مواقفنا تجاه المشاريع السغيرة واضحة سواء كانت منذ انطلاقة الحرب التمرد الحوثي في عام 2004 وما قبلها فكان موقفنا واضح بأننا داعمين للجيش اليمنى ونحن ضد طائفية وضد العنصرية وضد هذه النبتة الخبيثة التي ظهرت وحضرنا منها بكل ما استطعنا من قوة وإلى حد الرحظة موقفنا واضح ضد ميليشيات الحوثي وكذلك في عدن لحن حذرنا من ظهور ميليشيات وحاول للأسف الشديد الأشكاء في الإمارات أن يستمعون لنا إليهم لكننا رفضنا كل المغريات التي قدمت لنا في عدن نعم وأريد توضحنا حاجة بأن الأخوة الإماراتيين عندما كنا في عدن قدموا لنا كثيرا من المغريات سواء كان عبر سكاي نيوز أو عبر وصداء كثير قلنا لهم خذوا مننا كلمة واحدة نحن هذا من الصداع أن نعطيه لكم سنعطيكم الحياة لن نتكلم عنكم ولن نسئ لكم لكننا في نفس الوقت سندافع عن الحكومة وسنعمل على وجود الحكومة في عدن لن نكبل أن يكون هناك انقلاب آخر في عدن وكان موقفنا واضح وكانت النتيجة نعرض علينا مؤخرا أن نبيع نتخلى عن المؤسسة مقابل مبلغ من المال رفضنا ذلك وقل سلوهم بشكل واضح لن أبيع المؤسسة حتى لو تم حرقها فكان الرد لا تدعي من يفسك لن تحركها نحن من سيحركها وفي الواقع تم ذلك وتم حرق المؤسسة لا فرق بين الميليشيات التي ظهرت في عدن ومن الميليشيات في صلعاء التي استولت على المتلكات المؤسسة فالموضوع حوله هو موضوع القيم والمبادئ التي تمسكنا بها وكالمثل حق التي نحن تمسكين بها إلى حد الآن وحتى لو بقينا في كيلومتر بربعة واحد لن نحيد عن هذا الموقف وسنستمر في قول كلمة الحق وسنستمر في موقف النضال حتى استعادة الدولة اليمنية ولن نيأس مهما كانت الظروف الصعوبات والعصار سيف الحاضرية الصحفي ورئيس تحرير أخبار اليوم ورئيس مؤسسة الشموع أشكرك زيلاً على هذه الفرصة في اللقاء الخاص على قناة المهرية والشكر لكم ومشاهد الكرام على المتابعة إلى أن نلتقي يكونوا بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة